هل تعتقد أن المشعل سيسلم لهم يعني هكذا؟ المشعل عمره ولا يسلم يؤخذ ربما هذه النصيحة الأولى يؤخذ أنت تقصد أن يؤخذ هكذا علوة؟ أن الشباب الجزائري إذا أراد التغيير هذا التغيير مش راح يجيه يجيبه له فوق طبق من فضل التغيير لابد من النضال يعني الجزائر تحتاج إلى إلى تغيير هادئ تغيير سلمي وهذا التغيير لابد من النضال ولابد من تضحيات يعني حتى في حياتك شخصية ما كانش حاجة تجيك بلاش لابد من نضال ولابد من تضحيات النقطة أو النصيحة الثانية للشباب الجزائري أن يبتعد على سياسة الإقصاء اللي مع الأسف وجدناها في كل هالمراحل اللي تحدثنا عليها وأن ينتهيش سياسة الجمع اللي ساد أيام الثورة التحريرية في وقت عبان ووقت العربي بن مهيدي الله يرحمهم كانت سياسة الجمع فاليوم الشباب لابد أن يتجه إلى سياسة الجمع كل المواطنين يعني وأنا أعتقد 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 راسخ أؤمن إيمان عميق بأن هذه الأمة الجزائرية فيها شباب في جميع القطاعات داخل المؤسسة العسكرية وضمن إطارات الدولة اللي راهم يشتغلوا اليوم وضمن وفي صفوف الإسلاميين وفي صفوف الوطنيين وفي صفوف العلمانيين فيه شباب جزائري مخلص ما دخلتوش سوسا تعالفساد والجمع ممكن علاش ممكن شرط الشرط الأول أن القاسم المشترك بين هؤلاء الشباب لازم يكون رفض الفساد ورفض الاستبداد هذا القاسم المشترك والدافع المشترك لازم يكون حب الوطن اللي ما يحبش بلاده وما يقدرش يخدمها والهدف المشترك لابد هذا الشباب يسعى إلى إقامة الحكم الراشد الحكم الراشد القائم على عيون ثلاثة العين على العدل وعلى العقل وعلى العلم الدولة الإنسان يمشي بعينين البصار والبصيرة الدولة تمشي بثلاث عيون لازم يكون فيها عدل ولازم يكون فيها عقل ولازم يكون فيها علم أعتقد أعتقد أن الشباب الجزائري ممكن يحقق الأهداف اللي إحنا ما نجحناش في تحقيقة إحنا حققنا الاستقلال السياسي حققنا شيء كبير من الاستقلال الاقتصادي الشباب لازم يحقق الاستقلال الثقافي لأن كما قلت المخابة الأخيرة لاستعمار هي في العقول والأذهان والألسن إذن المهمة ربما صعبة ولكن غير 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 مستحيلة هذا بالنسبة البناء الجزائر نبه الشباب الجزائري أننا نعيش في الجزائر وما نعيش في جزيرة معزولة العالم رأوا محيط معادي لنا وفيه مقطتات صهيونية غربية تهدف إلى تشتيت الأمة الإسلامية بتجزئة الدول إلى دولات مبنية على العرقية والمذهبية والطائفية هذا خطر كبير ونبه الشباب الجزائري ما يطيح في الفخ يعني إذا اخلاوا بعين الاعتبار البناء الداخلي والاهتمام بالسياسة الخارجية على هذه الأسس أعتقد أن هذا الشباب الجزائري عندي أمل أنه يكمل المهمة التي إحنا ما اقترناش ننجزها كاملة والذي نص عليها بيان أول نوفمبر يقول أن هدف الثورة بناء دولة ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية هذا الهدف يمكن